وأيضا في عدن ناقش اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة ضم نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد ثابت ووكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع المهندس غسان زامكي استئناف العمل بالمشروع الاستراتيجي للطريق البحري واستعرض الاجتماع سير العمل بالمشاريع المنفذة من قبل صندوق صيانة الطرق ومنها مشروع الطريق البحري الرابط بين مديريتي الشيخ عثمان وخور مكسر المول من الصندوق العربي الإنمائي والبالغ تكلفته 4 ملايين و30 مليون دولار والصعوبات التي واجهت المشروع وشددوا على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والمحافظة وصندوق صيانة الطرق والعمل بشكل عاجل لبدء المشروع الاستراتيجي للطريق البحري وحل الإشكاليات مع الجهة المنفذة للمشروع لما من شأنه تذليل الصعوبات وتجاوزها قبيل وصول المكتب الاستشاري للصندوق العربي الإنمائي ودعا نائب وزير الأشغال العامة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود للتغلب على المشاكل التي تواجد سير العمل بالمشروع من جانبه أكد وكيل محافظة عدن أن من أولويات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ضرورة استئناف العمل عاجلا بمشروعي الطريق البحري وطريق الحمراء واعتفاد الأخطاء السابقة للحد من المشاكل المرورية والازدحام في الشوارع لما لها من أهمية في تسهيل حركة المواطنين